والله انا شايف احسن صفقة في الصفقات العمالها دي كلها صفقة صالح جمعة صالح جمعة لعيب حريف وهيعرف يعمل حاجة كويسة مع الاسماعيدي انا مبسوط جدا 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 بصفقات الاسماعيدي وخاصة خط النصف صالح جمعة على فكرة صالح جمعة من احسن لعيبة صانع العاب بعد عبدالله السعيد صالح جمعة محمود شبراوي وصالح جمعة وباسم كان عندنا حتة كان عندنا عقم هجومي شوية محمد حسن كويس المركز عندنا كل المراكز اللي جات بصراحة ما فيش حد في يمقليه الحمد لله ويعمل موسم حالو كده السنة دي كده ويفرحنا كده عشان خطر احسن نسيب مسالحنا ونقعد يتفرج على الاسماعيدي كرة في مصر ما فيش من غير الدراويس السلام عليكم عليكم السلام عليكم احنا بنسألك النهاردة عن صفقات الاسماعيل الجديدة والله انا شايف احسن صفقة في الصفقات العمالها دي كلها صفقة صالح جمعة صالح جمعة على العيب حريف وهيعرف يعمل حاجة كويسة مع الاسماعيل دي من احسن الصفقات اللي هم عملها بصراحة الصفقات كلها محترمة بسا انا شايف ما هو من احسن الناس اللي هتقدي مع الاسماعيلي وهترفع خط المص يعني هتخليه فوق خالص لان السنة اللي فاتت كان الخط المص ما كانش فيه خالص حد بيسلب ما كانش فيه همزة تواصلة بين الدفاعة والهجوب الاسماعيلي الفترة اللي فاتتة والسنة اللي فاتت كان بيسارع من اجل البقاء اه كان موسم متتالي اربعات اه السنة ده هيبقى نفس الموضوع لا 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 السنة دي الاسماعيلي هيبقى في مربع الزهر بجد لان الاسماعيلي الصفقات اللي عملها دي ناس جاية جعانة كورة وعايزين يثبت نفسهم واحد زي صالح جمعة كان في الاهلي وبعد كده رح سراميكا وبعد كده ميشي فالرجل ده عايز يرجع المستويه ورجع منتخب سيبك سيبك ان هو رجع الاهلي او عايز يرجع المنتخب وعايز ازيعته كالعيف باس المرسي برضو انا شايف ان هو رجل مهاجم كويس ومهاجم صريح لانا ما كانتش فيه في الاسماعيل الفترة فاتت مهاجم صريح بصراحة بس فيه مشكلة في حراسة المرمى بالنسبة للصفقات اللي عدل اسماعيلي والله انا شايف ان حراس المرمى دي نقطة ضدعف الكبير او في اسماعيل السنة والسنة اللي قابلة المفروض ان هما يدعموا في خط حراسة المرمى انا شايف ان عمر رضوان حد كويس او ما خلاص رجع طلعي الجيش ايه يبقى لازم نشوف حد انا كنت سامعا بسام فيه كلامنا محمد بساميك لا خلاص لا هو عمر عمر وما تميتش لا يبقى كده احنا مشكلتنا درواتي كده في اسماعيلي هي فعلا حراسة المرمى انا حراسة المرمى فيها مشكلة كبيرة بجد لان الاثنين اللي موجودين يعني الاسف دي ومهم الاثنين مش عالقدر اسماعيل فاتمنى ان هما اعملوا اي حاجة قبل ما يبدأ المريكادي طب ورسالة لمجلس ادارة النادي الاسماعيلي اه تشكار على انت بتعملوه اتمنى ان يكون دا لله ما يكونش ورا حاجة تانية اه التعاقد مع شركة بريزنتيشن للدعاية والاعلامة حاجة محترمة جدا واتمنى ان هما زي ما بيميزوا الاهل والزمالك برض يبص الاسماعيلي ببعان الاعتبار الاسماعيلي برضو من الاندية الجمائرية والشعبية يعني الاسماعيلي يرجع مضلع الثالث للكرة المصرية نتمنى ان هو يرجع تاني ويبقى احسن من الاول وخش في مربع زهبي ويرجع تالت زي ما كان على طوط وليه ما يكونش اول بعيدة شوية؟ خير ان شاء الله مش بعيدة مش حاجة بعيدة لو الناس دي لعبتوا بقى فيه روح ولعبوا بنفس الروح بتاعت الفين واتنين حنرجع تاني والاسماعيلي هي بحاجة كويسة واتمنى ان احنا ان نرجع الاسابق العهد مع كابتن صالح مع محسن صالح والعيبة اللي كان موجودة اللي كان عندها روح وحب التشيرت دلوقتي للأسف مشكلتنا دلوقتي ان كل دلوقتي بيجرى للمادة ما بيش حد عم بانتناء للفرقة اللي بالعمل جريده مدرب كبير ومعروف كان مسك النادل ايلي طبعا ها شكرا هل هينجح من النادل اسماعيلي؟ اا اول حاجة المدرب دايما السيفي بتاع بقى قوي بيبقى زال فل بس ها المشكلة في الميتاليك بتاع اللعيبة حال اللعيبة اللي موجودة حاليا حتيقدر تنفس فكري الرجل ده زي ما كان بيتنفس في الاحل اللي لازم ده ده اللي هنا بنتكلم فيه الميتاليك اللي عاليك هي اللي تقول فانا مقدرش احكم انما شوف الرجل ده في الملعب واشوف فيه الخطط بتاعه التخطيب بتاعه ازاي في الملعب الانتشار بتاع العيبك ازاي خطط اللي بيالعب بيها نعرف بس الطريقة اللي بيالعب بيها كمان ده اللي هيحكم على جريده فربنا هسا لحنا نعش فربنا ان الرجل ده بقى كويس ويبقى اضافة كويسة وقويسة اللي اسماعيل ان شاء الله كلمة للكورة المصرية عامة الان اتمنى ان الكورة تبقى لعبه للكورة بس لكن احنا دلوقتي للأسف الشديد بقى المال هو اللي تبقى على الكورة كل دلوقتي بيجروا الى المادة على حساب اي حد الاول كان الفلوس قليلا بس كانوا فيه كورة بنستمتع بكورة كويسة ولعبها كويسة دلوقتي ملايين وما فيش لعيبة فيه تحيز من اتحاد الكورة اللي جاها معينة تحيز الكورة دايما دايما ببقى الاهل للزمجة دايما للأسف الشديد يعني كلمة اخيرة رحستقولها انا رجل بحب الاسماعيلي مع العلم ان انا بشعج على الاهلي بس انا بحش على الاسماعيلي ويحب كورة واتمنى ان الكورة بتاعت الصنبة ترجع زي مكان التاني واحسن تسلم ربنا جا صفقات الاسماعيلي انا مبسوط جدا 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 بصفقات الاسماعيلي وخاصة خط النص صالح جمعة على فكرة صالح جمعة من احسن لعيبة صانع العاب بعد عبدالله السعيد صالح جمعة وللأسف هو يعني مهتمش بنفسه واهمل في نفسه من اول انما هو مع الاسماعيلي هيبقى حاجة تانية خالص والاسماعيلي السنة دي اسماعيلي السنة دي هايبقى في مكانة تانية خالص غير السنة دي الاسماعيلي ظلم نفسه فقط امروات طبعا ظلم نفسه باللعيبة فكر التفكيرات كل واحد فكر ما نفكرش في النادي كل واحد يفكر الروح الزمالك والاهلي يعني عندك ناس كتير مش عاوز اقول اسامي عشان ما يرجعش نتكلم في الموضوع ده تاني انا اهلاوي اول بس بكلمك بمنتهى الامانة ظلم نفسه ان اللعبة كلها بص لاندية القيمة بيرامج الزمالك الاهلي وكله عاوز بقى مش مشكلة اسماعيلي عشان كده اه طبعما الانسان فكر في كده لا هيدي في الملعب ولا هيروح المكان اللي هو حاصل طيب اه جماهير اسماعيلي مطلوب منها حاجة في الفترة اللي جاية احنا واحد من الناس بقولك لولا جماهير اسماعيلي السنة اللي فاتت دي السنة اللي قاضية دي اسماعيلي كان مكان التالي جمهور اسماعيلي هو السبب انه خلى الاسماعيلي في الدني التعاقد مع شركة بريزنتيشن والشركة المتحدة لا اه ده شركة كبيرة طبعا كانت معروفة معروفة على مصطوى مصر بالكامل وهي كانت داية عمل الاهلي وعشان كده خادت الاسماعيلي والاسماعيلي هيكون في المكان التالي السنة انا انا بقولك انا اهلاوي بس بتمنى من الله ان الناس كلها تلعب للفلنة انا انا لابس اسفر روط وبقولك عليها انا لو لابس عمي انا اهلاوي بس بقولك تلعب للفلنة لا تلعبش على الاسم انها عاوز تروح النادي الفلاني النادي العلاني لا العب فيه الفرقة ديت بتأكلك ايش يبقى لازم ان تدي للناس اللي هي جايباك عشان تتأكلك كلمة اخيرة كلمة اخيرة انا بتمنى السنادي لجنة الحكم ما تبصش لاي نادي والحكم اللي ينزل عشان يجامل فلان او النادي الفلاني لا دا هي تريكل خالص انا مبسوك جدا جدا بيرن اللي هو رئيس لجنة الحكام عشان خاطر شاء المجموعة كده هي كانت السبب في ضياع ضياع الدوري من الاندية ودتها من الاندية تانية انا بتكلم بوقتها الصراحة وانا تمنى التوفير للجنة تسلم تمنى التوفير للمجل اسماعيلي في كل حدو حامل ويعمل موسم حلو كده السنان كده ويفرحنا كده عشان خاطر احنا بنسيب مصالحنا ونقعد يتفرج على اسماعيلي لما اسماعيلي بتغالد بنزعل كده منفعش عزين اسماعيلي يكسب ويفرحنا الكرة الحلوة بتاع الزمان كده الكرة بتمثل ايه الجمهور اسماعيلي عشق انتحار في اسماعيلي الدنيا حلوة بس كله بيسيب شغل ويقعد اسماعيلي عب النهاردة بيسيب بيسيب الشغل بتاع اقولك اسماعيلي عب النهاردة اتابع المباراة بتقول كلمة اخيرة كلمة اخيرة ربنا وفاهم ان شاء الله ويعملوا حدها السنان ويوحد الدورة بإذن الله وننسى اللي فان مش عايزة بصوه وراها خلاص بق عايزة بصوه الداني تسلم يا رب شكرا 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 شكرا